خليني الأول بالتأكيد احنا هنتكلم عن الحوار الوطني وخليني اخد الكلمة او العنوان احنا بنعمل حاجة اسمها حوار مش مبارزات كلامية وده مهم حوار وطني مش مبارزات كلامية ادي واحد حوار وطني ومش مقارعات برضو كلامية احنا يا جماعة رايحين الحوار الوطني مش علشان خاطر نقف وصاد بعض في حالة من حالات التضاد على الاطلاق العكس بكامله هو الصحيح طب يعني ايه العكس بكامله هو الصحيح احنا رايحين نقف قدام بعض مش علشان مين فينا يثبت ان الاخر غلط احنا رايحين نقعد سوا ونتكلم ونتفاهم ونتناقش وما الى ذلك وخليني هقولك على رؤيتي المتوضعة للنهاردة باعتبار ان انا اتشرفت بان انا دعيت لهذا اليوم ورحت في المعاد المقرر وانا راجل موعيدي يعني زي بقول كده على البيك ويعا اتنين اتنين بالضبط كدت هناك اللطيف بالنسبة لي ان اتنين انا اكتشفت ان انا كده اعتبر جاي متأخر لانه ناس كتير كانت سبقتني وجات اذا في اهتمام حقيقي بان الناس تروح الحوار الوطني اهتمام حقيقي لحضور اولى جلسات الحوار الوطني ادي واحد لان انا رحت وتقريبا كانت القاعة مليانة مليانة عن بكرة ابيها تقريبا يعني طيب ادي واحد اتنين انا شفت مجموعة من الرفاق والاصدقاء والزملاء اللي ما شفتهمش من 12 سنة من 2011 مجموعة اخرى ما شفتهمش من 2013 وبقيت مبسوط ان احنا تقابلنا ده واحد وهقولك مبسوط اكتر بما جرى بيننا وهقولك ازاي على صعيد اخر في مجموعة من اللي موجودين المجموعة دي من اللي كانوا محبوسين في بعض من القضايا وهذه المجموعة تم الافراج عنها بلجان العفو او بلجنة العفو ايه اللي تم تشكيلها برضو بعد ما طالب بتشكيل اللجنة في خامة الرئيس يوم 26 ابريل 22 في افطار الاسرة المصرية هو نفس ذات اليوم ونفس هذا الافطار الرائع اللي الرئيس اطلق فيها الحوار الوطني واطلق فيه لجنة العفو خلي بالك ان الزملاء والرفاق اللي قابلتهم اللي كانوا او اللي خرجوا بناءا على او من خلال القواين بتاعت اللجنة انا هنا بكلمك على مجموعة البعض منهم حزبي والبعض غير حزبي بل انه مجموعة كمان من اللي كان ممكن تقدر توصفهم بانهم الاكثر تشددا في مربع المعارضة المدنية طبعا انسى الاخوان خالص لانه زي ما قال حتى استاذ دياء رشوان المناسق العام للحوار الوطني دول اصلا مش موجودين ومستبعدين ومنبوزين فدول احنا مش عايزينهم على الاطلاق لكن انا بكلمك على مجموعة اظن ان انا احد الناس القادرة بيهم دول اصدقاء ورفاق متشددين جدا في معارضتهم وخرجوا عن طريق لجنة العفو مش دي القصة القصة الاجمل ان هم كانوا حريصين جدا على حضور الجلسة هم حريصين جدا على حضور جلسات الحوار ولجانه ومناقشاته وما الى ذلك تلاتة وده شيء برضو بالنسبة لي كان علامة جيدة انا لم اجد مرارات على الاطلاق بل بالعكس اجد ناس اصدقاء الحقيقة قدر من النضج بي متزايد قدر من الفهم المتزايد قدر من الاستماع اكبر بكتير مما كنا عليه من عشر سنين او من اتناشر سنة اللي بالك احنا من عشر سنين دي يعني ما كناش حتى وصلنا الاربعين انا كنت ستة وتلاتين بعضهم اصغر مني وبعضهم ادي وما الى ذلك فان هنا بتكلم على التراكم الذهني والشخصي والعقلي اللي الناس بتوصله بالوقت عشان كده بدأت افهم شويتين برضو بالوقت وبالسن وبالعمر فعلا لما بنكبر احنا بنهدى او سميها زي ما تسميه فيه تراكم نضج ولو ما حصلش تراكم نضج يبقى البني ادعم عنده مشكلة وخليني برضو ابقى اكثر وضوحا وصراحة مع حضرتك وحضرتك اعزائي المشاهدين والمشاهدات انا توقعت انه ممكن يبقى فيه شكل من اشكال البرودة حتى في المناقشة فيما بيننا واحنا لسه قاعدين منتظرين بدء الجلسة او في الاستراحات اللي في النص او ما الى ذلك الحقيقة من اللحظة الاولى لم اجد هذه البرودة طيب ليه كنت تتوقع برودة وده بيحصل احيانا وانا اقسف انه بيحصل طبعا انه والله انت كنت معارضة بس دلوقتي انت مثلا تؤيد سياسات الرئيس فيبقى احنا زعلانين خلي بالك فيه جانب من المعارضة يحب كده يعني لازم تبقى كلنا مع بعض طول الوقت وطب انا مش مقتنع باللي انت بتقوله بس مقتنع بحاجات تانية ليه عايزني افضل ماشي في السكة بتاعتك وما بقاش ماشي في سكة اخرى خلي بالك فيه فرق كبير يا جماعة ما بين فلان يغير مبادئه او فلان يغير موقفه تغيير الموقف ما فيهوش ازمة تغيير المبدأ هو اللي فيه ازمة فالمبدأ الرئيسي بتاعنا كلنا دون استثناء ان البلد دي بتاعتنا وحلوة وعاوزينها احلى وعاوزينها تتقدم وعاوزينها افضل وعاوزين نقف جنبها وعاوزين لينها احلول على مختلف النواحي ده مبدأ يعني هل من الممكن ان انا مثلا افض صداقة ما بيني وما بين صديق او زميل لمجرد انه لبرالي او يعتنق افكار رأس مالية او لبرالية اصلا انا يصار فعلا مش هكلمك تاني انت لبرال خلاص كوخ مش كلام من ده مفيش كلام من ده لان احنا محناش عيال وده اللي كان مبهج النهار ده انه انا شفت كل الطيارات كل الطيارات واقفين مع بعض بيتكلموا وبيتناقشوا وبيتضحكوا وبيتناقشوا وبيفكروا وكل يعني لدرجة ان احنا من 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 الفرحة الحقيقية تعمدنا ان احنا نقف كلنا نتصور سواء على اختلاف مشاربنا الفكرية واتجاهاتنا السياسية وقرأنا في الاحوال داخل مصر او خارج مصر الى اخره حضرتك شايف على الشاشة دلوقتي مولاوة معارضة قاعدين جنب بعض في نفس الصف وصلت يعني شو خدت بالك من اللقطة اللي انا قلتها لك اظنها وصلت كنت بتابع خدت بالي من حاجة مهمة جدا اولا في بعض من الحضور تحديدا المتحدثين على منصة الحوار واحنا قاعدين في قاعة المؤتمرات بارض المعارض قاعة نفرتيتي تحديدا ارتجلوا كلامهم استنى بس من المعارضة من اقصى يسار المعارضة ارتجلوا الكلام انت عارف هذا المشهد معناه ايه معناه هو التأكيد الكامل والواضح والجلي على رؤية الرئيس في انه احنا عايزين الحوار يضم كافة اطياف العمل السياسي وعاوزين كل الاراء احنا منفتحين على كل الاراء ده اللي حصل يعني حتى لما كنت بتكلم مع بعض الزملاء فبسلا بعض الزملاء قللي انا عجبتنيش كلمة فلان قللي مش مهم قال لي ليه قلت له المهم انه قال وقال ايه ده قال على مرأة ومسمع مانا الجميع والجلسة اللي متكن مغلقة او غير مزاعد احنا منتكلم على جلسة مفتوحة مزاعة على الهواء مباشرة حضرتك تروح كده جايب الريموت كنترول فتحه على اكسترا لايف تتفرج على جلسة الحوار بكل كلمتها على الهواء مباشرة طيب على الهواء مباشرة انا في رأيي مفيد في حاجتين جدا واحد حق المواطن في المعرفة بما يجري داخل جلسات الحوار وبالمناسبة ده هيحصل في كل الجلسات دون استثناء ادي واحد اتنين ده غلق باب اي مزايدة هاتيجي مفيش القصة كلها على الهواء نهار ده على الهواء الأسبوع الجاي التلات ايام اللي هيبقى فيهم جلسات الحوار ولجانه المختلفة على الهواء الى اخره انت بتتكلم على انه كل متحدثين ومشاركين الحوار لهم الحق الكامل فانهم يقولوا اراءهم بمنتهى الوضوح بصرف النظر هي عجبة يوسف مش عجبة يوسف عجبة فلان عجبة علان المسألة مش كده المسألة ان احنا بنتكلم المهم بل هو الاهم احنا دخلين علشان نعد نتكلم ونطرح رؤى موضوعية اتنين قابلة للتطبيق تلاتة اما انها حقائق وانحنا هلما بيجي نتكلم على السياسة او انها حقائق وارقام عندما نتكلم على اي محور اخر انه اي محور اخر بالتأكيد هتلاقش حقائق وارقام اما انها اتكلم على الاقتصاد الحمال الاجتماعية الاخ الاخ اما السياسة او حقوق الانسان وما الى ذلك في المحاول السياسية على سبيل المثال انها لازم اتكلم على حقائق حقائق ولما اجي احط الطرح بتاعي انا معارضة انا مولاء حقائق المسألة مش مجرد انا بقولك معارضة ومولاء لاتنين المسألة مش مجرد اطلاق كلامي لا احنا دخلين بجد بنشتغل لارساء دعائم وضع الاساس وعلى الحوار ان يرسي الدعاء